التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر وذلك لبحث جهود الوزارة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج شهد اللقاء استعراض ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا للتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الثامنة عشر إضافة إلى الجهود المتواصلة لبناء قدرات العاملين بالدار بالتعاون مع اللجنة الوطنية كما تمت مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريبا بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية كما سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا للتجار بالبشر لتصل إلى سبع دور إيواء